اشتركوا في القناة اللهم صلي على النبي محمد وعلى ازواج امات المؤمنين وعلى ذريات اهالي بيته انك حميد مجيد اما بعد يعني حبايب قلبي في الله ربنا يحفظكم ويبرك فيكم ويكرمكم وينفع بيكم يا رب اللهم امين يا رب يعني الوقت احنا كنا في جولة دعوية مع الشباب في الشارع بقى في ارض المعركة بقى ننزل للشباب في الشارع وننزل للناس في كل مكان سبحان الله القظيم فضلوا منت الله سبحانه وتعالى فحصل بقى تجمع في الشارع بقى والشباب اتجمعوا وكانت يعني ما كنتش نازل لوحد احنا كنا نازلين مجموعة كبيرة بفضل ومنت الله كل اتنين تلاتة مننا بقى ايه يعني يقوموا مستضين مجموعة من الشباب ويقعدوا يكلموا مع ربنا سبحانه وتعالى يعني الحد ما ايه يعني هيتوبوا هيتوبوا باذن الله سبحانه وتعالى فكانت بفضل ومنت الله فتح من ربنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وهي دي يعني من اخطر صور الدين اخواني في الله اللي لازم نؤمن بيها ولازم نعتنقها جماعة اوعوا لما تشوفوا المعاصي منتشرة في الدنيا كلها اوعوا لما تلاقوا انتو نفسكم انت ما انتش قادر انك تطبق الدين بالصورة اللي نفسك فيها والطيع ربنا بالصورة اللي نفسك انك تطيع ربنا بيها اوعوا اعطي اقسوا يا اخواننا من الايات اللي زلزلت قلب الاسبوع دهوت سيدنا موسى لما وقف امام الصحراء فلما جاء الصحراء لما فرعون بقى جايب له الصحراء جايب له سبعين الف ساحر وفرعون عملهم تصفية صفهم لحد ما بقوا سبعة تلاف ساحر وبعد كده سبعة تلاف ساحر اتعملهم تصفية لحد ما بقوا سبعمائة محترف عالمي في السحر وسيدنا موسى وقف امامهم فلما جاء الصحراء قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون الايات من سورة يونس انا وانا بقرأها كده انا حاسس احساس سيدة موسى وقف قدام الصحراء القوا ما انتم ملقون اللي اعلم في خيركم ركبوه اللي تقدروا تعملوه من اجل اضلال الشباب عن ربنا اعملوه القوا ما انتم ملقون فلما القوا نص مليون موقع اباحي هو ده بس يعني ده اخركم استنى ده في كمان عشرات ومئات القنوات من الفجور والفساد والكلبات والاغاني القوا ما انتم ملقون عندكم السيداني لبس تبرج رهيب يفتن الشباب القوا ما انتم ملقون عندكم ايه تاني الحفلات الغنائية والفساد عندكم ايه تاني عندكم مخدرات وعندكم خمور وعندكم فجور وعندكم فتن دنيا ألقوا ما انتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى شوفوا الثقة يا اخواني يا جماعة الثقة دي لازم تكون جوه قلبك ولازم تكون جوه قلبك الواحد جاي يعني الوقت سبحان الله العظيم من الشارع واللهم لك الحمد من نعم ربنا العظيمة على الواحد ان ربنا يعني رزق الواحد قيمة انه ينزل الشرع للناس انه ينزل الشرع للشباب مين قال ان الشباب بعيد عن ربنا الشباب بعيد عن ربنا لان احنا نفسنا ما مننزلش ليه ما منتكلمش معهم اما بتنزل وتتكلم معهم بتلاقي الناس هتموت هتموت عشان حدد الله عن ربنا وانا راجع لقيت ناس قاعدين يرموا علينا كروت كده فبقرأ كارت لقيته رحلة لشرم الشيخ مش عارف اربع ليالي وتلات ايام وسعر خيالي وهتعيش حياتك سبحان الله العظيم يعني في ناس بتضيع الشباب بانهم يودهم في اماكن بتودي في مصيبة بتودي في كارثة بتودي في دهية واحنا ما بنشتغلش ليه واحنا ما بنمزلش مجهود على الناس ليه واحنا ما بناخدش بايدي الناس لربنا ليه واحنا ليه معدناش عزيمة وهمة في الدعوة الى الله وفي انقاذ الناس من النار وفي استنقاذ الناس من اللي هم فيه يا اخواني في اللقاء حيزيني فوق يا جماعة يعني القصة اللي حكيتها يمكن يعني سبحان الله العظيم كنت لسا بقولها للشباب الوقت في الشارع الاخ يعني حبيبي اللي هو من اخوة التبليغ اللي خرج في بلد ولقى شاب من الشباب واحد يقول له تعالى المسجد والشاب كبر اول ليلة قابله في الجولة تاني يقوم الشاب كبر تاني ليلة قابله تالت قال له يا كريم خلاص التالتة تبت ولازم تيجي وانا مستنيك في الجامع شاب جيسة واحدة ونص بالليل شاب فضل يصلي ويبكي ويتوب لربنا طول الليل ويعيد بالنال ربنا خرج الصبح قال له رايح الشغل بس شغال في المحارة ورجع لكم على طول خرج بيقول الاخ بيقول الظهر كانوا بينادوا على جنازة كريم كانوا بينادوا على ان كريم مات على ان هم يصلوا عليه وقع من على السقالة مات يعني شاب الساعة واحدة ونص بالليل داخل وما اوش عارف ان دي اخر ليلة له في عمره يعني كل ليليه قضاها في الفجور كل ليليه قضاها في المعاصي كل ليليه قضاها في الضياع واخر ليلة في عمره اخر ليه لربنا اذن له فيها بهذه الخاتمة يا اخوانا ده كان بسبب ان فيه واحد نزله فيه واحد رحله فيه واحد كلمه فيه واحد خد بقديه يا اخوانا انتو يعني احد اخوانا نازل في الشارع سبحان الله العظيم نازل في الشارع فلا شاب مسك شنطة حريمي فعارف ان الشاب ده معه بنت والبنت رايح تعمل اي طب ده اي مشكلة ولا رايح حاجة انه ورجع له تاني فقعد يكلمه عن ربنا وحرام وسبها وربنا اعظم من اي شيء وربنا اكبر من اي شيء سبحان الله الشاب تكبر لهم وسبهم وطنشهم يعني فبعد فترة نازلين جولة تانية فلاقوا الشاب ده جاي بيجرى عليهم فبيفكرهم بنفسه ما انتوش فاكريني انا اللي كنت وايب في اليوم الفلاني قالوله اه ايه قالولهم ده انا كنت معايا بنته وسببت الشنطة بتاعتها معايا فالبنت رجعت فبتقول لي فيه ايه قلتلها ده كانوا شباب ملتزم بيقولول ان وقفتك مع البنت ده حرام اتقي ربنا وخاف بيقول البنت قمت خطفة من الشنطة وقامت طلعة تجري وما كلمتنيش من يومها ولا كلمة يعني هم نزلين يكلموا الولد اللي تاب مين اللي تاب البنت اللي تاب البنت ما فيش حاجة بالضيع يا اخواننا يا اخواننا ما فيش حاجة بالضيع انا احد اخواني والله العظيم مربي وداعي الى الله ويعني ما شاء الله لك واتا الا بالله يعني ربنا جعله منارة. ده لما كان شاب كان في كلية في ستة اكتوبر. في هوه في ستة اكتوبر. وفاساد بقى يعني وبعد عن ربنا يعني يعني مش شرط ان احنا نتكلم عن تاريخه يعني التزم شاب اداله. واحد صاحبنا يعني بيقول له انت التزمت ازاي? قال له واحد اداني شريط سورة مريم. فبيحسبوا اداله يعني تفسير سورة مريم لحد. قال له تفسير سورة مريم يعني. قال له لأ شريط سورة مريم للشيخ مشارل راشد سورة مريم لمشارل راشد قال له التزمت بسبب الشريط ده التزم وبقى داعي الى الله ومربي ومشاء الله خطب الجمعة بتاعته في غاية القوة والجلسات التربية بتاعته في غاية القوة وعزمة فلازية في طلب العالم ده التزم بسبب شريط الشاب اللي داله الشريط ما يعرفش اصلا ان في مزانه كمية حسنات غريبة يا اخواننا عايزين نقرب من ربنا عايزين نشتغل في الدعوة الى الله يا جماعة عايزين من يقزش من الواقع لا من نفسنا ولا من الناس اخواننا الناس قريبة الشباب قريب البنات قريبين يعني سبحانه الله العظيم النهاردة ماشي كده مع احد اخواني يعني ربنا يحفظه وماشيب مكان كده بنات جايين ساعة بعض البنات يعني ايه مش ملتزمة فمشوها ده بلا ان الدعاية مش مناسب يعني ان هي توقف تتكلم معها في الشرق وكده وجايين احنا مش عارف مين وفرحانين وما قاعدين اصلا في ترابيزة مع اولاد اصلا في نهاية دي يعني يعني قاعدين يمكنهم اولاد وجايين وجايين فرحانين جدا قلت سبحانه الله العظيم هو نجاح ان الشاب ما يخافش منك انك تشوفه في معصية وجاي يقولك ساعدني في التوبة ده نجاح ان البنت ما تخافش منك لما تشوفك وتقولها تخنقني وهتعتق ده نجاح زي الشاب اللي دخل للنبع الصلاة في المسجد قال له يا رسول الله ائذن ليه في الزنا ائذن ليه في الزنا كل الصحابة قالوا له مهما ابعد انه بيقال له ائذنه قرب ده قمة النجاح ان الشاب اللي بيقع في الزنا ومش قادر يسيبه ييجي الحمد عندي في المسجد وعارف ان انا مش هقاره ولا هنهاره وان انا همديله ايه عشان اخده ووصله لطريق ربنا سبحانه وتعالى احد اخواننا كان مرة يعني رايح يصلي كده فلاق شاب بعد مع بنت كده فبيقول له فبيقول له الله اكبر الادانة الدنيان وراحين يصاله فالشاب بصله كده قال له طيب خلاص يعني ايه طيب يعني قال له الله اكبر يعني الصلاة دانت وربنا اكبر من اي حاجة وربنا اكبر بالبنت فالشاب بصله كده قال له طيب خلاص خلاص بقى يا الله شوف زق عجلك فصاحبي بيقول يعني هو خاف لان اكتر من كده هيتضرب يعني الشاب بتعبيرات وشه اكتر من كده هيتضرب فبيقول سبحان الله العظيم يعني صاحبي يمشي وكمل للمسجد بيقول لها واحد جاي من وراه بيبكي بيعيط قال له يا شيخ انا عملت كل حاجة انا قتلت يعني مش انا زنيت مش عملت كل حاجة زي انا قتلت عمل عصابة سرقت نصبت عن الناس مش عارف عملت ايف والدتي يعني كل حاجة انا عايز اتوب لربنا عايز حد ياخد بايد الربنا عايز حد يخرجن من لنا فيه يا اخوانا ده بكلمة الله اكبر جاي يصلي معنا يا جماعة القوا ما انتم ملكون انا حس ان سيدنا موسى هو بيقول للصحراء القوا ما انتم ملكون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هو اخوانا سيدنا موسى ما بيتعاملش بقوته هو هو لو بص بقوته خلاص ضاعت الفساد اللي عنت الوحده كافي انه هو يقسك ان البشر دول فيهم الام يلتزمهم كافي انه هو يقسك الفساد اللي في الدش والفضائيات الفساد اللي في الشوارع الفساد اللي في الجامعات الفساد اللي وصله الشباب والبنات كاف انه يقاسك انما سيدنا موسى كنت بقرأ آية من يومين كده حسيت ان انا قلبي هرقص من الفرحة وسيدنا ابراهيم بيقول للملائكة قال ابشرتموني بسيدنا اسحاقي على اما الثانية الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الا اضلون ومن يقنط من رحمة ربه قلت لي سبحان الله انا ساعتها اللي افتكرته ضلال الشباب وبعض الشباب على ربنا قلت كل دول في لحظة ربنا قادر انه هو انه هو يرجحهم لطريقه تاني احد اخواني بيتكلم ان الدنيا ضاعت قلت له يا ابني انت الوقتي ببص لبس البنات وتقول لبس البنات بقى واحش قلت له يا ابني في السبعينيات لبس النساء كان يعني لبس المتبرجات الوقت بالنسبة له دول من واليات الله الصلاحات يعني دول من إماء الله الصلاحات بالنسبة لللي كان البنات بالنسبة للأمهات كتير من الشباب اللي موجودين كانوا بيلبسوه أصلا في السبعينات والثمانيات وربنا هذا كل دول وفي يوم الأيام كانت جمهورة مصر العربية كلها محجبات فسبحان الله العظيم ما نيقاسش يا جماعة ما نيقاسش من التغيير اقرأ وربك الأكرم ربنا قال له اقرأ قرب وشوف كرم ربنا عايزين نشتغل في الدعوة ونشوف كرم ربنا عايزين نكلم الناس عن ربنا ونشوف كرم ربنا عايزين نشارك ان الدنيا دي تتغير يا تتغير يا علاق ديك يا علاق ديك يا علاق ديك انما القضية ما تتغيرش عن اننا احنا ليه قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون قاعدوا يرموا بقى المواقع الابحية ويرموا اللبس الفاجر ويرموا الحفلات الغنائية ويرموا فلما ألقوا قال موسى شوفوا بقى فلما ألقوا خلاص بقى الدنيا كلها مبهورة فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر مش ما جئتم به سحر لا ما جئتم به السحر الفلام ما جئتم به السحر الفلام تعريف ان انا عارف ان ده سحر انا عارف ان ده سحر انا عارفه ان لازم رجل الحق يبعرف الباطل عشان كده ليه الشاب اللي كان عاصي او البنت اللي كانت بقية عن ربنا دول اكتر ناس يقدروا يشتغلوا في الدعوة لانهم عارفين الباطل لانه وانت بتكلم البنت اللي مش ملتزمة انت حسب اللي في قلبها انت حسب اللي جواها انت حسب مشاعرها انت حسب تفاعلها مع الكلام بتاعك انت عارفة كلمة اللي لمسة قلبك وانت بتتوب لربنا ديه الكلمة اللي هتلمس قلبها ويا بتتوب لربنا سبحانه وتعالى ان احنا نفهم اخوانا ما جيتم بيه صح زي ما اهل الباطل عارفين الحق اهل الباطل عارفين ان ده حق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوه قال الباطل عارفين لازم قال الحقيبوا عارفين الباطل عارفين ما جئتم بيه السحر اسمع بقى ان الله سيبطله كل الفساد ده كل الفجور ده كل المخدرات دي كل الخمور دي كل المواقع الابحية دي كل العري ده كل الاختلاط ده كل التبرج والصفور ده كل البعد عن ربنا ده ان الله سيبطله ربنا مش هيسيب امة حبيبه ابدا ربنا مش هيسيبنا ابدا جماعة ربنا مش هتخلى عنا بس احنا ما نتخلى عن دينه وما نتخلى عن انفسنا احساس وحش اوي 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 لو عدى يوم من الايام لقيت واحد صاحبك من اللي التزمه معاك لقيته ربنا مستعمله في الدعوى اليه وانت استبدلت وانت ما عدتش مستعمل في الدعوة يا لله احساس وحش اوي لو مرد بك الايام وعدتي مرة كده لق数 احد صاحبتك ملتزمة بتدي درسي في مسجد او بتدعو الى الله او شغاله في نشاط خيري وانت استبدلتي ماكملتيش خاف يا ابن من الاستبدال خاف يا ابنت من الاستبدال يا اخواننا عايزين نعمل ربنا صح عايزين ربنا سبحانه تعالى قال لا تخاف انني معكما اسمع واره قال لا تخاف انني معكما اسمع واره انك انت اتكلم الناس عن ربنا فتحس ان ده ربنا معاك اما سبحان الله العظيم وان اطالب في الكلية كنت بعيد يعني بعيد عن الدعوة تماما مهتم بنفسي بس مهتم بنيني بس اما بدأت يا اخوان نفسنا تمتياز ربنا كرمني ومشيت مع يعني اخوانا من التبليغ شهر او شهرين اتعلمت ازاي يكلم الشباب ووقف الناس في الشارع ازاي يدخل على اهوة ازاي يدخل على اي مكان في معصية ربنا سبحانه وتعالى بازن الله سبحانه وتعالى وبلطف الله سبحانه الله الواحد اياما اخواني والله العظيم الرؤى اللي كان بيشوفها انا عمري ما شفت زي في حياتي لا قبل دا ولا بعد دا الحاجات الغريبة انا مش عايز اقول لكم المعاملة الغريبة تفريج الكروبات الغريب تيسير الامور الغريب الحاجات انا كنت في محافظة وعندي مشوار في محافظة تانية زي المحافظة بتاعت انهوت مشوار في مكان معين ووقف المحافظة التانية دي مثلا زي القاهرة ما اناش عارف ازاي واركب ازاي ويا ترى هلح المعاد اللي عندي معاد دعوي انا اصلا رايح في معاد رايح ادعوة الى الله ورجع في دعوة الى الله معده والله العظيم مرة لقد اوتوبيس مكتوب عليه انا كان عندي مشوار لقد اوتوبيس في المحافظة التانية مكتوب عليه اسم المكان اللي انا نزله في المحافظة ده ايه الاوتوبيس خدني من مكاني جابني لحد المكان اللي انا اشتغل فيه في الدعوة الى الله ك leaving the physical world لكنت كنه مخصوص حاجة لك اللي انا بقيت عقلي ده يا رب ايه التايسير ده هو اللي بيشتغلوا في الدعوة لك بنتي يصلوا من تيسير ده كان عندي مرض سبحان الله رظيم لفت على اطباء جمهورة مصر العربية شوفي لوحده لما مشيت معا في الدعوة الى الله لما اتكلمت عن ربنا سبحانه وتعالى الواحد كان بيحصل له حاجات غريبة تيسير غريب معاملة غريبة يا اخوانا اين الدعوة الى الله قل هذه سبيلي هذه الطريق الواضح اللي زي الشمس الى هو هذه سبيلي ادعو الى الله طريقنا اخوانا طريق دعوة الى الله طريقنا طريق ان نتحدث عن الله وندعو الى الله انما الاخ الوقت عامل زي الساقية الوقفة اللي الارض الزراعية حواليها بقت مشققة من كتر من كتر ما ما بتترويش يا ابني يا بنت اشتغلش عشان زميلتك في كليتك ولا يعني يا جماعة احنا الوقت في فترة امتحانات والطلبة مشغولة بالامتحانات والطلبة يعني سبحان الله العظيم يعني الواحد هو شايف الطلبة الصبح كده رايحين لامتحان الجماعة احنا الامتحان مهم يا اخوانا والدنيا فيها حاجات مهم يا اخوانا انما دينا ورسالتنا وقضيقتنا احنا عايزين نظرة الاهتمام دي نظرة الجدية دي تبقى على وجوهنا احنا في علاقتنا بين ربنا وبالدعوة الى الله والله العظيم يا شباب انا ما عملت في الدعوة الى الله وانزلت للشباب وكلمتهم اقسم بالله ايه لو شفت في حياتي حاجات انا لو قعد اتكلمكم عنها عدنا الليلة كده بس نتكلم اللي الواحد شافه في طريق الدعوة الاكرامات العجيبة من الله لك في طريق الدعوة التيسيرات العجيبة القصص العجيبة اللي بتعصلك كان رسائل الطريق ده اوعى تسيبه الطريق ده عظيم اوعى تترد منه اوعى تستبدل في الطريق ده في طريقنا كده تتكلم الناس عن ربنا كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني العلماء قالهم ومن اتبعني اي ان الدعوة الى الله فرضة على كل مسلم ومسلمة لان انا ومن اتبعاني اي حد اسمه تابع للنبي لازم اشتغل في الدعوة وسبحان الله سبحان الله غيرت الداعية غيرت الداعية انه هو غيرت الداعية ان ربنا يعصى وهو يسكت ازاي يجي له قلب ان ربنا يعصى ويسكت ازاي يجي لك قلب انك شايف البنات بيعصوا ربنا وانت ساكت ازاي يجي لك قلب ان الشباب بيعصوا ربنا انت ربنا اش معنى انت اللي ربنا اختارك الوقتي اش معنا انت اللي ربنا اختارك انك تسمع عنه الوقتي اشمعنا يا جماعة ان احنا قاعدين الوقتي بنتكلم مع بعض في دين ربنا ده استفاء من ربنا لنا كلنا ده اختيار من ربنا لنا كلنا اشمعنا انت اللي ربنا اختارك تسمع عنه اشمعنا انت اللي ربنا اختارك تسمع عنه مش النعمة دي لها تمن مش النعمة دي لها شكر مش النعمة دي شكرها ان احنا نكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى وان احنا ندعو الى الله وان احنا ناخد بايدين الناس ونوصل الناس لربنا بتوع التنصير شغالين للنهار بتوع الشيعة اخ من الاخوة يعني من جزر القمر يعني ناداني في المسجد قال لي يا شيخ عايزين حد يبني لنا مركز تعليم لغة العربية عندنا في جزر القمر قال لي الشيعة شغالين عندنا شغل رهيب بالذات في الجزيرة العاصمة الشيعة شغبانوا مركز وبياخدوا الناس يبعتهم على ايران ويرجعوهم يعني يبدأوا ينشروا المنج الشيعة عندنا قال لي والنصارى فرنسا شغالة وعمل مركز لتعليم اللغة الفرنسية عندنا من خلاله بتقوم بتنصير الناس قال لي شماعنا احنا ما نشتغلش اشماعنا احنا عايزين حد يجي يعمل مركز لتعليم اللغة العربية من خلاله نبدأ نسبت الناس على دينها ونفاهم الناس دينها ونعرف الناس دينها يا اخواننا اهل البطل كلهم شغالين اهل الحق هما اللي نايمين ليه? اهل الحق هما اللي انتخين ليه? اهل الحق هما اللي بعاد على انهم يقوموا بالرسالة بتاعتهم في سبيل الله سبحانه علي وسبحان الله يعني الدعي ده ما يقدرش يسكت لما يشوف ربنا بيعصى لما يشوف من القصص يعني شيبت رأس الواحد او يعني هفزة الواحد الامن اللي فات الدية قصة سيدنا لوط سيدنا لوط يا جماعة انا عايز اعمل سيدنا لوط ضباطها يا اخوانا سيدنا لوط نبي وبيعرف الانبياء وسيدنا لوط ونزل لقومه سيدنا لوط يا اخوانا سبحان الله العظيم ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف يعني سبحان الله وقفت قدام قول الله وانا بقرأ سورة الانبياء ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف سيدنا لوط نجيناه من القرية فبلاد اركز شواء في قصة سيدنا لوط ايه ده سيدنا لوط كان عايشه وسط مين ايه الناس اللي كان عايشه وسطهم اول حاجة تاخد بالك منها ان سيدنا لوط ما كانش فيه ولا واحد مؤمن به في القرية بتاعته ولا واحد مؤمن بي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولا واحد مؤمن بي يعني سيدنا لوت انا تخيلت ان انا قاعد وسط بلد كاملة كل اللي فقى الكفار مجرمين واي حد ممكن يقتلني في اي لحظة اي حد ممكن ما امنش ان انا اخرج من بيتي يدخل على بناتي يتبحهم ولا يختصق ولا يعمل اي حاجة في اي لحظة سيدنا لوت ايه السباة الرهيب ده ايه السباة العجيب ان انسان يعيش وسط مكان خطر ده لا تفكر في قوم لوت يعني سبحان الله القضيم تقطعونا السبيل وبعض المفسرين قالك يعني عارفين البلطاجية اللي بيثبتوا الناس في الشوارع يثبتك بمطوع ويقولك طلع الفلوس انت معك بالطاجية يعني زي ان لوت يعني وفي ناس وكانت فاحشة قوم لوت ده يعني تلاقيه منتشر الفعل ده في المجتمع بتاعنا وسط البلطاجية نفس الطائفة بالزبط يعني طائفة اللي بيثبتوا الناس وبياخدوا فلوسهم هي الطائفة اللي منتشر وسط الفعلة دي فعلة قوملوت دي وسط البلطاجية وعشان كده في السجون اه اللي بيبقى فيها مسجلين الخطر دول بيبقى يعني يعني والعياذ بالله يعني يعني بتبقى مصيبة في 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 هذه الفحشة بالذات في هذه الفحشة وده من الحاجات اللي بينتقد بتنتقد على عقوبة السجن في العالم ان عقوبة السجن في العالم نشرت موضوع فعل قوملوت او فحشة قوملوت والعياذ بالله عشان كده ده لما بنجي نتكلم عن الشرائع الاسلامية والعقوبات في الشرائع الاسلامية نتكلم في المقارنة ما بين الشرائع الوضعية وشرائع الاسلامية وقانون العقوبات في الشرائع الاسلامية وازاي انه قانون فعلا بيقضع الجريمة وقانون العقوبات في الشرائع التانية ومدى الفشل بتاعه بل انه بيفرخ جرائم يعني بيفرخ كثير من الجرائم فسبحان الله العظيم قوم لوط يا اخواننا انا عايزك تتخيل بس دول كانوا بتوع ايه دول شكلهم يعني سيدنا نوط عايش وسط وسط ربما أقول لك انهم كانوا قومة سوء فاسقين قومة سوء يعني سيدنا نوط عايش وسط 3.000 مسجل خطر حوالي عشرين سنة عايش وسط 3.000 مسجل خطر مسجل خطر وعايش وسطهم وبيعدعهم الى الله واي حد ممكن نعمل في اي حاجة ايه القوة دي ايه اليقين ده ايه البزلي من اجل دعوة ربنا ده ايه التضحية من اجل دعوة ربنا دي ايه يا اخواننا ايه العظمة ديت ايه التضحية ديت انك انت تعرف وبعد كده في الاخر ربنا يقول له ايه وامضوا حيث تؤمرون لما تسيب القرية يعني انت بيش رايح بقى تريح ده انت فيه مهمة تانية ده فيه ميشن تانية امضوا حيث تؤمرون ده فيه امر بحاجة جديدة ده فيه امر مكان تاني يعني انت بيش رايح هلوت بقى وروح شوف لك مكان عايش فيه بقى واستقر وبعد ما تعبت واتبهدلت في القرية دي امضوا حيث امضوا من المضاء يلا انطلق ده لسه فيه مهمة في عبادة ربنا سبحانه وتعالى وفي نصر الدين ربنا وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا اذن يا اخواننا عايزين نستيقص فقضية الدعوة الى الله عايزين يا شباب نستيقص ونعاهد ربنا اني لا يبقى حلم من احلامنا انا بقول لكش انك انت الوقت هتبقى داعي انا بقول لك اشتغل الوقت في الدعوة الفردية بقول اصروا النجوة الذين ظلموا ولا ذا الا بشر مثلكم افتعتونا السحرة وانتم تبصرون شغالين في الدعوة الفردية اهل البطل اصروا النجوة دي يعني دعوة فردية يعني بيروحوا الواحد واحد في بيته يكلموا يصدوه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شغل في الدعوة الفردية الاهل البطل بيشتغلوا في الدعوة الفردية وينزلوا للناس في الشرع يكلموهم في البطل واحنا ليه خايفين ان احنا نتكلم في الحق خايفين ان احنا نوصل معنا الحق على فكرة يا شباب من اكتر السبل للثبات على طاعة ربنا انك انت تدعو غيرك ومن اكتر السبل ان انت تعمل الطاعات اللي انت مش قادرة تعمليها انك تكلمي غيرك عن هذه الطاعات فالطاعات دي ترسخ عندك لما تقعد الكلمة مثلا بنات عن الخشان في الصلاة ها انت هتيجي في الصلاة تكسف من نفسك ده انا كنت لسه بتكلم عن الخشان في الصلاة دي من اكتر الطرق اللي بتثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى اه اه يعني انا يعني للأسف الشريط عارف انها تأخرت عليه كل ليلة وهو المعاد مش مستقر ان كل خميس يعني لسه لم نستقر على معاد ثابت مع ادارة موقع الطريق لله لم نستقر حتى الان على يعني موعد محدد بالزبط باذن الله سبحانه وتعالى انما يعني الى ان يستقر الموعد احنا بنلتقي مع بعض كده باذن الله ايه يعني النهاردة تقبلنا هو الخميس عشر ونصه الاسبوال فات برضو كان الخميس باذن الله سبحانه وتعالى الى ان يأذن الله بموعد ثابت اه في النهاء يا جماعة مش عايزين نيقس من الواقع مش عايزين نيقس من مشاكل الواقع يعني سيدنا هوتي اخوانا هو واقف كده وبيقول لقومه كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله يعني عارف واحد واقف كده والتانيين جايين عليه بالسكاكين قال لهم سكاكين هاتوا لسه عندكم قنابل نووية هاتوا لسه عندكم صواريخ هاتوا يا عم اعلى مفكركوا ركبوه ليه اني توكلت على الله يا اخوانا انا معاه ربنا كرب ايه اللي يصمد امام فرج ربنا ابتلاء ايه اللي يصمد امام رحمة ربنا يا اخوانا عايزين نطق في رحمة الله انت عندك مشاكل في حياتك ربنا قادر يفرجها انت شايف انك انت مش عارفة تتغيري ربنا قادر انه يغيرك عشان كده سيدنا انت شايف ان المجتمع ضايع ربنا قادر انه يصلحوا يا اخوانا عايزين نعرف ربنا ومعرفتنا ربنا تخلينا عندنا امل في كل حاجة عشان كده ليه سيدنا موسى وقف قدام السبعمة ساحر يقول لهم القوا ما انتم القون وما جئتم بيه السحر ان الله سيبطلوا لانه عارف انها بالله مش به هي لو بيه بقى خلاص ضعت انها بالله عشان كده الايل اللي بعدها الايل لنا يعني الاسبوع ده فعلا ربنا نولي بقى حياتي بعد ما سيدنا موسى قال لهم فلما القوا قال موسى ويحق الله الحق بكلماته الله اية يعني شوفوا يا اخواننا يعني الواحد هو متدايق ومتعصب وصعبا على الشباب ويجي يتكلم يعد يزعق لانه صعبان عليه ان الناس نفسه في الاخر ويحق الله الحق بكلماته ومش بكلماتك انت مش بكلماتك انت ولا بجهدنا ولا بفكرنا ولا بتخططنا ولا بعرقنا ولا ببازلنا بكلماته في النهاية مش هيقدر على التغيير الا الله سبحانه وتعالى مش هيقدر على تغيير قلبك وتغيير نفسك العصية ده ايه وتغيير امور حياتك اللي مليانة مشاكل ده ايه وتغيير الواقع اللي مليان فتن واخدى الناس عن ربنا يعني الواحد حاسس والله انه سعيد يا اخواني وانا بقرأ قول الله قال ومن يقنطه من رحمة ربه الواحد حاسس انه سعيد والله يا اخواني ايه المشاكل اللي في الدنيا في مشاكل اه في مشاكل بس ربنا قادر انه يغير قادر انه يغير كل المشاكل اللي في حياتنا واللي في حياة الناس واللي في المجتمع ربنا قادر اخوانا ربنا قادر انه هو يعني يعني يخلي كل حاجة في حياتنا على مراد وعلى الرضا وكل حاجة ربنا قادر سبحانه وتعالى هو ده الدين وهي ده العقيدة وهو ده اليقين الحقيقي عشان كده سيدنا يونس لما وقع في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك لا اله الا الله يعني ما فيش غيره وما ليش غيره قل هو الله احد يعني ما فيش غيره احد فيما شئته هيمنته الله الصمد يصمد اليه في الحوائج يعني ما ليش غيره هو ده التوحيد اني ما فيش غيره وما ليش غيره فسيدنا يونس لما وقع في بطن الحوث بيقول لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت يعني ما ليش غيرك يا رب هتو مين? واطلب من مين? يا اخواننا عايزين نعرف يعني لا اله الا الله. يعني لا اله الا الله وحده لا شركة لا. كلمة وحده دي والله العظيم. تحس ان كله بيتزلزل. لو خرجت من قلب عبد صادق يعني وحده لا شركة لا. انا بحس ان وحده لا شركة لا دي سكينة. بتتبح المخلوق من القلب. بتتبح خوفك من اهل الباطل. من من الاقضار اللي بيحربوا الدعاء وبيحربوا الطريق الاسلامي. بتتبح تعلقك باي مخلوق. عنده حاجة انت نفسك انه بتتبح بتتبح اي محبوب من قلبك سوى الله سبحانه وتعالى. بتتبح اي شيء عظمه قلبك غير الله سبحانه وتعالى. وحده لا شركة لا. لا شركة لا. انا اعس ان ان يعني يعني يا عارفين اللي ماسك. اللي ماسك عواعد يطرد من قلبه. كل حاجة تطلع برا اطلعه برا. كل مخلوق يطلع برا قلبي. وكل دنيا تطلع برا قلبي برا. مفيش حاجة لقلب غير ربنا لما الوحدي يقول لك لا يلا يلا الله وحده وحس كده سبحانه وحده يعني يا رب مليش وجهة في حياتي غيرك انت وحدك يعني يا رب انا محدش بيرسم لطريقي غير كلامك انت وحدك واوامرك انت وحدك يعني يا رب مفيش حد مهيمن على الكون ولا على كل ذرة في الكون غير انت وحدك يعني يا رب انا مفيش مكان في قلب غير ليك انت وحدك يعني يا رب انا مفيش حد بيملك نصيتي وبيملك قلبي غير انت وحدك يعني يا رب انا محدش يملك النفع والضر في حياتي غير انت وحدك لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له محدش يقرب من قلبي غير ربنا سبحانه تعالى له الملك وله الحمد اي انسان في الدنيا حلم وحاكتين السيطرة يبقى مسيطر يبقى في ناس بتسمع كلامه يبقى مركز كبير في الواقع يبقى مسيطر يبقى عنده او الناس تثني عليه ان يبقى الناس اه ده ده فلان كويس يقول له يعني دي من اعبق الرغبات في نفس الانسان فراببلك له والا هو وحده الملك سيطرة الكملة بتاعده هو وحده وله الحمد والثناء له هو الواحده انت عايز انت ايه يعني نفسك بتدبح من جوه قلبك يعني مش بس المخلوق وحده ولا شريكة له دبحت من جواك التعلق بالمخلوق له الملك وله الحمد دبحت من جواك التعلق بالنفس وبعد كده في الاخر انت عرفت بقى اني مفيش غيره وحده ولا شريكة لها مفيش غيره هو الملك ولا والحمد مفيش غيره يبقى لسه ايه لسه وهو على كل شيء قدير مليش غيره هو اللي قدر انه يفتح هو اللي قدر انه ينصر هو اللي قدر انه يأتي بالمدد هو اللي قدر انه يرفع هو اللي قدر انه يكرم هو اللي قدر انه يعز هو اللي قدر انه ينصر وهو على كل شيء قدير احنا نعرف يا جماعة قلوبنا دي مليانة معاني شكلها ايه قلوبنا دي في الذكر بتتحرك قديه قلوبنا دي لما بنفتح المصحف بتتفاعل مع كلام ربنا ازاي بتتفاعل مع كلام الملك سبحانه وتعالى ازاي عشان كده ليه قوله الله احد قبل يقول اعوذوا برب الفلق وقول اعوذوا برب الناس ان التوحيد بتاع صورة الاخلاص ده اللي خلى قلبك خالص لله اللي مش فاهم يعنيها الله الاحد الصمد مش هيعرف لما يتعرض لسحر ولا حسد ولا مصيبة ولا شياطين ولا مس ولا وسواس انه يلجأ الى الله مش هيعرف اللي عارف مين هو ربنا هو اللي ساعة الازمة يلجأ لربنا عشان كده قول والله احد الاول وبعد كده قول اعوذوا برب الفلق وقول اعوذوا برب الناس الاول تعرف من هو الله وبعد كده كل ما يحصل لك مشكلة في الارض انت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتتضرع الى الله فرج ربنا علينا كلنا اسهل مما نتخيل يا اخوانا يعني سبحان الله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاء ومن اثر الله على كل شيء اثره الله على كل شيء من اثر الله على كل شيء اثره الله على كل شيء وانا بقرأ من ايام في قول الله قالوا تالله لقد اثرك الله علينا قلت سبحان الله يعني ايه اثرك يعني ايه لما ربنا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني واحد متجاوز اتنين فكل فلوسه بيديه الوحدة وكل وقته بيقضيه مع وحدة وكل فكره مشغول بوحدة وفي الاخر يقول لك لا والله ده انا مدي الاتنين حقهم لا انت مؤثر واحدة على واحدة يعني ايه تؤثرون الحياة الدنيا يعني انت وقتك كله عشان الدنيا مش عشان الاخرى وفكرك مشغول بالدنيا مش بالاخرى وجهدك عشان تحصل الدنيا مش تحصل نعيم الجنة فانت هتغرب من الحقيقة دي فين فلما يقول لك طالله لقد اثرك الله يعني ايه اثرك الله افتكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن يمين الرحمن الملأة التي لا تغيضوها نفقة والرسول بيقول سحاء الليل والنهار يعني الخير نازل من يمين الرحمن فيضنات فيضنات عطاءات فيضنات فتحات فيضنات فتحات في العلم والفهم والدين والدنيا والرزق نازل من يمين الرحمن عليها دنيا فالله لقد اثرك اثرك يعني ايه اثرك بقى ان يعني ان ربنا بيعطى عباد اكتر من عباد بيفتح على عباد اكتر من عباد ان ربنا يؤثرك بالفتح ان ربنا يؤثرك بالمدد ان ربنا يؤثرك بالنصر ان ربنا يؤثرك بالهداية ان ربنا يجعل رزقك في عطاءاته اوسع من رزق غيرك فده مئلمين اللي اثر الله على كل شيء اللي ربنا يؤثره على غيره اللي اثر الله على كل شيء اللي عايز ربنا يعامله غير الناس لازم يعامل ربنا غير الناس يعني ايه تؤثر الله على كل شيء يعني يبقى وقتك عشان ربنا فكرك عشان ربنا جهدك عشان ربنا اللي عايش عشان ربنا يا خواننا اللي محور حياته كلها ان ربنا يرضى ان ربنا يقربه ان ربنا يصله اللي كل قضيته ان عايز ينصلح عشان يصلح يبقى عبد لله عايز صفاته تنصلح عشان ينفع يبقى عبد لله عشان ينفع يعبد ربنا للنهار عشان يبقى يصلح ان يكون عبد اللي مشغول بالله ده يا اخواننا ربنا بيدي له ايه وربنا بيكرمه قد ايه وربنا بيرفعه قد ايه يا جماعة في ناس مؤمنة يا اخواننا في ناس صديقة في ناس قلوبة مليانة تقوى في ناس قلوبة مليانة ايمان في ناس ربنا فتح على قلوبة احنا فين من هذه الفتوحات احنا فين من هذه العطاقات احوالنا ايه في قيام الليل احوالنا ايه احوالنا ايه في وقت تنزل الملك النص ساعة لقبل الفجر دي اخبارك فيها ايه النص ساعة لقبل الفجر دي اخبارك فيها ايه نص ساعة الخطيرة دي هل من سائل انفقاطية هل من مستدفع اللي تضر فادفعه عنه هل من مستشفى انفقاش فيها النص ساعة لقبل الفجر دي عاملين فيها ايه بنضياحها ازاي بيهون على قلبنا ان النص ساعة ضدها ازاي ان وقت تنزل الملك ده يروح مننا ازاي بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نشوف منكر ونسكت بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نشوف الامة مغيبة وما نحاولش نغير بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نعرف ان احنا وحشين وقلوبنا مليانة امراض واحنا مش بنحاول نصلح نفسنا بيجي لنا قلب ازاي ان احنا ننام وما منفكرش ربنا راضي علينا ولا غضبان عننا سبحان الله العظيم انا جاي لكم مسايب اخوة وقفة في الشارع تتكلم عن ربنا وجايلكم وسايب اخوة نازلة في اماكن مليانة منكرات الكلام عربنا وجايلكم وفي اخوة يعني مقررة انها تباد في المسجد النهاردة وتعتكف لحد بكرة تعبط ربنا وجايلكم يا اخوانا في ناس قاعدة بتوصل في ناس بتعبط في ناس شغالة في الدعوة في ناس بموتة نفسها ليه ما نبقى زيهم دول احسن منك في ايه دول احسن منك في ايه الوقت فيه واحد قاعد على النت ساعتين كلهم دعوة الى الله واحد قاعد يهو واحد قاعد على النت ساعتين قاعد مش هقولك بتعمل معاصر قاعدة وخلاص اهو كلام وخلاص كلام فارغ بيردوا على بعض فيه وفي واحد قاعدة ساعتين دول تسمع درس ينفح حفدنا بيوصلها ربنا نضيع عمرنا ليه نضيع وقتنا ليه وانا بتكلم مع الشباب الوقتي بقولهم يا اخواتنا كلمة سمعناها كلنا من ابائنا لما يقولوا يا نادمي ده متر الارض زمان كان بربع جنيه يا نادمنا يا ريتنا كنا اشترينا الارض قبل ما تغلل غلو والرأيب دا ريتنا كنا عارفين الدنيا تغلق ديه كلمة يا نادمي بتاعت الدنيا دي ايه في يا نادمي بتاعت الاخرى في يا نادمي بتاعت يبلقمي يا نادمي على كل ليلة رحت منيش يا نادمي الشاب اللي دخل المسجد واحدة ونص مات الساعة عشر الصبح ده اخر ليلة في حياته انت تضمن منين دي ما تكونش اخر ليلة في حياتك تضمن منين دي ما تبقاش اخر ليلة في حياتك تضمن منين يا اخوانا مش عايزين نضيع ليلة مش عايزين نضيع يوم مش عايزين نضيع لحظة الحياة مع ربنا جميلة اوى يا شباب انا نازل مع الاخوة نتكلم بالشباب عن ربنا انا حاس ان انا قلبي بيرقص من الفرحة يا رب استعملنا يا رب يا رب من علينا الواحد حاس انه طاير اه لو ربنا يستعملنا اه لو ربنا يطلق لسنتنا اه لو ربنا يشرح صدرنا للدعوة اليه اه اخوانا مش عايزين نضيع عمرنا هضر احنا الوقت قاعدين في الدنيا لسه في الدنيا ولسه بنسمع في الدنيا ولسه شوية جماعة هنبقى من اهل الاخرة الله اعلم هنبقى من اهل الاخرة امتى وانا ماشي من يومين مع دكتور محمد علي يوسف ورايحين مع مين لا ده مع حد من اخواني تاني ولقيت واحد متصل بينا شيخ من مشايخنا متصل باخ من اخواني دكتور محمد علي يوسف بيعزي فيه وبيقول له ان انا مدت وانا فانا انا يعني سبحان الله واخواني طلع عشان انت بقى الله اهدل الناس يعني اه يقول لك انا مدت انا ساحية قلت ايه ده طب لو انا مدت بجد انا اعمل ايه يا حصراتي على كل ليلة ضاعت ما قمتش فيها لله يا حصرتي على كل يوم راح ما صمتش فيه لله يا حصرتي على كل ساعة راحت مني ما ذكرتش فيها الله يا حصرتي على كل جولة كان ممكن انزل اتكلم عن ربنا فيها وما حصرتي على كل مرة كسلت فيها عن عمل صالح كان ممكن ينفعني في اللحظة دي لو انا كنت موت في ساعتها بجد يا اخوانا احنا مش مؤدرين ايمة العمر اللي احنا فيه مش مؤدرين ايمة الفرصة المهولة اللي ربنا سبحان الله العظيم الواحد يقول احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب افتكر اسماء الله الحسنة اللي له رب بهذه الصفات اللي له رب بهذه العظمة اللي له رب بهذه القدرة وبذي قوة. يا اخوانا احنا كل مشاكل حياتنا محلولة احنا اللي عايزين نفضل كده في المشاكل دي لو كل ما هتقربي من ربنا كل ما ربنا يحلك مشاكلك. كل ما ربنا هيفتح عليك. بس قربي منه بس اعبوديه. بس اتحركي. بس خدوا الدين ان الدين عمل يا اخوانا. انا مش عايز اقول لكم احنا من يوم كده ولا يومين كنت مع بعض اخواني من التبليغ وقضيت معاهم يعني يوم ويعني يعني انا حزيني اخوان على بعض اخواني واخواتي في الطائر السلفي حزين يا اخوان على ان فكر العمل مش عندنا يعني ممكن يكون اخ من اخوة التبليغ ما عندهوش معلومات عشر حد من كثير من الاخوة السلفين ومع ذلك قاتل نفسه للنهار في العمل الصالح حزين ان احنا ما عندناش فكر العمل ده حزين اول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك قم الليل قم في انذر اوامر تكليف اعمال اشتغلهم لان ربنا يعلم ان قلب كل واحد مننا عمل زي العربية اللي بقالها ثلاث سنين ما اتدورتش فلما تجي تدورها هتلا يا نايمة مش قادرة تقوم عايزة زق بقى عما تبدأ تتحرك فمش هيدور المكانة بتاعت قلبك غير العمل الصالح ومش هيكسر نفسك غير العمل الصالح عايزين نشتغل اخوانا عايزين نبقى من اهل العمل كفاية كلام في كلام في كلام في كلام عايزين نشتغل قوم الوقتي هالدرس ديني كده واعود اسمعه بقى قوم الوقتي هتدرسي ايماني واعود اسمعيه ويا ريت بقى لو درسي عن قيام الليل يا سيدي يا السلام لو درسي عن قيام الليل ونقوم نطبق عمل الليل هيبقى كلام عمل في عمل طب بكرة الجمعة اه يبقى في حاجة اسمعه泛ة لالجمعة وفي حاجة اسمعه نروح نصل الجمعة في المسجد ويا سلام يا عام لو عايز تبكر وتاخد سواب بقى اجر كل خطوة للمسجد بقى اجر عبدة سانة صيامها وقيمها وبكرة كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبكرة قراءة صورة الكهف أخواننا يا جماعة وسورة الكهف ممكن تقرأ من أول الوقت يعني ممكن تكيزين يبدو بصورة الكهف كمان يا جماعة عايزين نتحرك يا جماعة عايزين نعمل نعمل نشتغل نشتغل يا جماعة فإذا فرقت فانصاب اشتغل اتعب عشان ربنا اشتغل عشان ربنا ربنا يعني يحفظكم ويبرك فيكم انا طبعا مش عايز قبل ما سيبكم انسى ان انا اشكر اخواني على التفاعل على الفيسبوك سبحان الله milligrams من البوست الخاص بالدرس يعني اخواني في الموقع جايبين التفاعل بتاعكم مع درس الخميس اللي فات والتفاعل بتاعكم مع درس الجمعة بتاع مسجر الجامعة الشرعية والسماوات ومطوياتهم بيمينه والتفاعل بتاع درس يوم الخميس اللي فات على الغرفة الصوتية انا سعيد بالتعليقات تعليقات نطغة جدا اشاء الله لك وتألي الله وانا قاعد اقرأ التعليقات الجميلة ديت ما شاء الله لك واتلا بالله يعني تعليقات تدل على ان الشباب فهم جدا اللي بتقال مستوعب جدا انا كم يتقال وان الشباب عنده يعني معاني كمان في غاية الجمال يعني من التعليقات الجميلة سبحان الله العظيم يعني شاب بيقول ربنا قادر ربنا قادر ان كل الناس تبقى مخنوة وانت متطمن ربنا قادر ان كل الشباب يبقوا في بطالة وانت ابواب الرزق بتنهمر عليك شوفوا الكلام الجميل ربنا قادر ان كل البنات تكون في حال وانت حالك غير حالهم ربنا قادر انه يعاملك غير الناس بس لو انت عملته غير الناس ربنا قادر يعاملك معاملة خاصة لو انت بتعمله معاملة خاصة ربنا قادر ان الناس كلها تبقى في حال وانت تبقى في حال بس على شرط علاقتك بربنا غير علاقتهم بربنا ليك مع ربنا حال ليك مع ربنا تبتل ليك مع ربنا خلوة ليك مع ربنا مجاهدة بتؤثر ربنا على هواك مراد ربنا القيام ومراد هواك النوم تؤثر القيام على النوم هواك في الراحة ومراد ربنا في العبادة هواك في الاكل ومراد ربنا في الصيام هواك في الاخذ ومراد ربنا في العطاء هواك في العجلة ومراد ربنا في الصبر ايه الكلام الجميل ده ايه الشباب اللي قلبه بنور بالكلام عن ربنا ده سبحان الله شاب تاني بيقول بنفس السبب يأتي الله بالنتيجة وعكسها ترى المال مع البعض فتظن انه سعادة فاذا هو مصدر تعاسد اخرين ترى الظرية عند البعض فتظنها السعادة فإذا بأولاد مصدر الشقاء القضية شوف بقى شوف الكلام العسل ده القضية ليست في السبب القضية في رب السبب يا سيدي يا سيدي كلام يزود الإيمان يا جماع من يشهد يد القدرة وهي تحرك كل شيء الشاب بيقول من يشهد يد القدرة وهي تحرك كل شيء مين شاب برضو بيقول ليست العظمة فيما قديت من طاعة ولكن العظمة فيما اطاعت الله وإلا هل اتنشر ركع نافلة تسوي بيت في الجنة هل سبحان الله وبحمد تسوي ناخلة في الجنة المطاع هو الكريم الجواد الستير أنت تعمل على قدرك والله يعطيك على قدر يا سلام شاب تاني بقى بعد كلام زي الفل اللهم رب هذه الدعوة التامة 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 دعوة الحق تامة دعوة الله تامة دعوة الإسلام تامة بيك تامة ومن غيرك تامة يا سيدي الشباب بياخدوا الكلام وبيطلعوا منه أنوار بالشيوخ تامة ومن غير الشيوخ تامة بطل إلي تأنا بياط قال لها زي من غير الشيوخ بالشيوخ ان شاء الله هي بالله كل حاجة بس بالإخوان والسلفين تامة ومن غير الإخوان والسلفين تامة ماشي عم عدهلك دي انت كسبان لما تنصر دين ربنا لكن الدين مش وقف عليك الدين له رب ايه كلام الجميل ده يعني انا نفسي يعني 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 شباب يعني التعليقات بصراحة كثير جدا وجميلة جدا ومضحكة وتعليقات فكهية وجميلة وأخ يعني بيفكرنا بالمثل بتاع الكاتاكيت يعني شاب بيقول التفاني في الدعوة وعلوه الهمة في ذلك وعدم الركون والسجون والسكون ما نحن فيه الآن من استضعاف يبشر باقتراب النصر ما شاء الله لك واتا إلا بالله يعني يا إخوانا أخت بتقول يا إخوانا توبوا إلى الله من فهمك الغلط عندين ربنا توب إلى الله من كل مرة كالشرط فيها توبي من كل مرة دخلت متبرجها المسجد وحسستيها انها زوجة أبو لهب يعني ده لو زوجت أبو لهب إخوانا كان برضو واتعاملوا معهم أحسن يعني يا حصرتك لو سبت الطريق إنتوا لا تندموا وتعضوا على أديكم لو سبتوا الطريق ربنا مش محتاجك إنت اللي محتاج ربنا تعليقات جميلة جدا في السبات ويعني ما شاء الله لك ودى إلا بالله يعني ما شاء الله عموما يعني جزاهم الله خيرا طبعا وإحنا عايزين الشباب والبنات يفضلوا يتفعلهم بإذن الله سبحانه وتعالى شبابنا يفضلوا يتفعلوا مع البوست الخاص بالدرس إن شاء الله بإذن الله على الفيس ربنا يحفظكم ويبارك فيكم طبعا تعليقات قيمة وبتبين يعني نطج ووعي وتفاعل الناس وقترحاتكم قيمة جدا أختنا أم حليمة بتقول إحنا بنستنى الدرس من الخميس للخميس يعني والله ده من زوقكم يعني أنا مش واثق من كده قوي بس يعني يعني إن شاء الله يعني جمهور الطريقة لله بقى زي الطريقة لله طبعا يعني ناس زي العسل يعني بالله عليك ما تعتذرش عن الدرس لا إخواني في الله أنا مش معتذر عن الدرس يا جماعة أنا أحرص منك على هذا الدرس ولكن القضية بس إن إحنا نحدد المعاد لأن الموعد المتأخرة شوفوا الساعة الوقت كمان ساعة 12 يعني عشان مثلا تكون متأخر في الجولة لأن يوم الخميس ده بفضل ومنة الله يعني الواحد بيحاول ينزل الشباب يعني في التجامعة ببتاتهم وكده فعشان مثلا لو الواحد مثلا في الجولة فأنا عايز لما نحدد معاد يبقى حددنا مع الجاد لو قلنا مثلا الخميس عشر بالليلي بقى خلاص صبت بقى مثلا أو الخميس تسعة ونص بالليلي بقى خلاص صبت بقى مثلا فأنا بس ايه هنحدد المعاد مع إدارة الموقع بإذن الله وربنا يبارك فيكم إخواني وربنا يحفظكم وربنا يسددكم ايه انا آسف ان انا اخرتكم في موسم الامتحانات دهوت ايه يعني كنت اتمنى ان انا ما يكونش سبب تأخير طالب او طالبة عن المذاكرة ولكن معلش يعني اللي راح منكم من الوقت ان شاء الله ربنا يأجركم بأضعاف أضعافه ويبارك لكم في الوقت الباقي أضعاف أضعافه بإذن الله سبحانه والنص الساعة لقبل الفجر دي بإذن الله نعوض فيها كل حاجة وكل حاجة ملحوقة ربنا يحفظكم يا شبابنا ويبارك فيكم يا بناتنا والحمد لله ان ربنا جمعنا الليلة يعني انا والله الواحد يعني عايز يسجد لربنا شكر كل مرة بتقابل معكم على النت ببقى عايز يعني لو الواحد معاه مليون جنيه طالحهم لربنا شكر ان ربنا جمعنا وخلانا نلتقي على طاعته وخلانا يعني يعني نلتقي ودعايات الى الله وشوفكم فيه كلكم مجاهدين في سبيل الله وشوفكم فيه كلكم طلبة علم وطلبات علم وشوفكم فيه كلكم صوامين وصوامات وقوامين وقوامات ربنا يجمعنا على طاعته يا رب والواحد بيترقب يعني اي فرصة نتقابل فيها مع بعض نطيع ربنا مع بعض نتعرف فيها على بعض ربنا يحفظكم ويبارك فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجح كل اخواننا واخواتنا في الامتحانات اللهم يسر لاخواننا واخواتنا الذين يدرسون اللهم يسر لهم نجاحهم في الامتحانات يا رب اللهم يسر لهم امورهم يا رب اللهم بارك لنا في اخواننا واخواتنا اللهم ثبتهم على طاعتك اللهم ثبتهم على دينك اللهم احفظهم من الفتن اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منه وما بطن اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب لا تطردنا يا رب يا رب لا تطردنا من الدعوة اليك يا رب يا رب استعملنا لنصرة دينك في الارض يا رب يا رب اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتبولينك اشتركوا في القناة